نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الصف الأول بعد اعتماد النتيجة من الدكتورة نيها البلبع، نائب محافظ البحيرة اليوم الأحد، عقب عرض يوسف الديد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، النتيجة النهائية لطلاب الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول والآن، تابع طريقة الحصول على النتيجة بعد الدخول على رابط الاستعلام أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر